موسيقى بعد ما سمعنا بقى أحسن ناس تعال نرحب بواحد من أحسن الناس فعلا حبيب واخويا الصغير النجمي محمد أنور موسيقى هل تحطب؟ لا أنا قلت خش شبيدك فاضي برنامج وصفين موسيقى موسيقى السلام علي ذاكي حبيب هل أعمل ماهي؟ هل أعمل ماهي؟ ماهي؟ موسيقى دمعبئي موسيقى صارف تبع فتحها ولما تبع ماشي موسيقى شيء من محمد أونر طبيعية، أكيد شيء غريبًا لا تفرع في وجهك، لا تخافي لا تخافي، لا تخافي لا 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 كبيرنا كبيرنا لا، أنا جاي مرعوب أصلا، أنا كبيرنا لا تخافش، هزمك تعرفتها؟ دي تشكيلة شنبات تشكيلة شنبات ده انت صارف ده كل شنبات الشوق أنا قلت لو أحبب تريح شنبك يعني ولا هاجا؟ لا، أنا عايز أقول لك حاجة، أنا ممكن بقى عقبك باللي أنت عملت ذا؟ ولبسك شنب من دول طول الحلقة لا لا والله طول الحلق قاعد بالشنب لا والله أنا كفاء، أنا بنت شنبين أعمل إيه حبيبي أعمل حبيبي أعمل أنا قلت يعني لو حابب مثلا فيه شنبات صيفي عندك حاجة صيفي على الميوب حاجة رفياة على الميوب حاجة لو زليم الأنصار يعجز فيه برضو حاجاتك أنا ماضي 18 جزء أصلي فان الشنبات مش ليك مالي مين؟ دي عشان الشنب بتاعك لو شلته يلاقي الشنبات معاه مباشل واحدة مباشل واحدة لما حلاقه في الصيف تحطه في وسط الشنبات عامل اه فيه أماكن فاضية وفيه لو عايز تعمل مثلا الشنب اللبناني موجود عايز تعمله تركي جايب كله أي شنب اه لا لا صارف يا رايز أنا عايز أقول لك الشنب ده معلم أنا بقالي فترة كنت مربي داني عشان بعمل فيلم جيت حلقة الدقن أول مبارح فعطت بصف مرأة أنا فعلا بيتمستغرب نفسي والله العظيم يعني حاس إنه الشنب يعني المؤلف دخل بتاع المستقبل على كلاب سوحنا بنصور باهرد ويدار أو ما شاف الشنب والشاكلة الجلدة أنا أطمنت على المسلسل سليم الأنس على المسلسل كله على مستقبلنا كله بالشنب ده بقى حاجة صعبة ولسه بحكي له أن أي حد بيجي المسلسل حافظ أه الإستيليس تنبراك بتقول لي أنه مستغرب كل محد يجي عامل لي شنب بقول له مش لازم شافه مصطفى خادر برا قالوه انت هاي ده انت تحرق كلابس قولي لو انتك في كلابس لا بجد خاطر دي هداية عظيمة الله يخلني تنزل بجد دلوقتي أهم حاجة في حياة لو حاجات بجد عشان هو نبقى له معاك فترة فمحتاج يرتاق سأل لو إدم طرب بتاع ده ما نقدرش ننكر فضله علي آه طبعا يعني هو اللي أمكنني عيش تحية للشنب تحية للشنب أمير يا للا أتمنى الجزء الجاد إن شاء الله يبقى شنابش شنابش خليه بقى معنا هنا بس بجد شكر الله يكليك مبسول متخافش والله يا حلو الله يكرمك آه والله السنة جاي قلقان جدا والله يعني لا ما تلقش ما نرد الفعل أنا بقى اللي مستغرب له في مسأل شعبي كده بلدي زمان بيقولوا علي مكتوب على ورق الحلاوة محبة اللي بعد عداوة آه عارفوا الوصف؟ سمعتوا؟ مكتوب على ورق الحلاوة حلاوة الرشيد الميزان سنعة سنة كذا لا مكتوب على ورق الحلاوة انتوا بقى اللي اتنين زمان أسمع ان انتوا تعرفتوا على بعض بمشكلة ودلوقتي بقيتوا أكتر حاجة صحاف في الدنيا صح يعني كنا ألد أعداء ليه بقى؟ لا بالنسبة له هو أنا بالنسبة لي أنا كان حاجة كان ناسنج يعني مفيش أنا أول مخلق هو شايفني عدوه بس أنا لأ عادي مش شايفه أصلاً والله خالص أنا أول ما تلقيت فريق التمثيل حاسبي الله أن يعمل وكيل فيه ليه؟ لا ما هتعرف دلوقت ماشي يعني متخيل بقى أن ها يحتضنوني وكده فأول ما دخلت أصلاً لقيت واحد قطر شعره طويل وربطه كده فقلت ده مدرب رأسها شوية ها ها يرقص ها يرقصنا ويروح ها يعني يعمل أكثر فكرة وهيمشي يعني فالمهم طاقش معي هو ليه بقى؟ والخبر هزقني هزق أيوا اسمه هزق أنا آسف ايه طاقش معي ده اسمه هزق هو هزقني هو هزقني فا هو كان قابليه كان هو دفعة أكبر مسلاً هو أقدم مني بسنتين هو راجل كبير مش راجل صغير يعني ها ده أستاذ يعني أنا بقول لي أستاذ ده مش جيه أنت مش جيه لا من جلس لعب الله لا فهو يعني أقدم مني بسنتين في الكلية فكبير والعال بيتعامل معانه كبير وبيضحكوله على أي حاجة سخيفة عشان هو كبير شكراً يا همم لأ بس هو كان بيقول حاجات حلوة يا عم خلاص فهو أصده بقى إيه؟ مش عافل إيه؟ هو كان كرهني للنفل خالص والمصحف والنفل اللي مفيش عداوة عداوة يعني رهيب كملت في المصرحة دي وكان فيه مخرج هو اللي بيخرج المصرحة دي مشي هو الصفة آخر كمان مش عافة وأنا جواي هو بيقضي هزقني فوق وأنا زي زي طالب بقول إيه دا إنت لو نزلت وشوفتك تحت في الكلية أنا ممكن يعني أقسمك نصين بس أنت هنا قائد وبتاع فأنا مش عرف تحترمك أيضا عشان الناس هو اللي بيخرج المصرحة الأولانية بيوزع الأدوار فدى لده دور كبير ولده دور كبير ولده دور كبير لو أنت داك بتعدي مثلا لأ دا مدنيش أصلا لأس الوقت يا رئيس أنا بقوت فرقة فرقة دي قديمة وموجودة دا لسه طالع جديد إزاي حاطت في دماغه أصلا عنده مشاكل نفسية حاطت في دماغه مثلا هو بطولة مثلا لأ والله أنا عايز أقول أي حاجة طب أنا هقولك اللي حصل ساب كله ولقيت أنا في دور اسمه عثمان بيل عثمانلي بيقول إيه؟ بيقول ما تتحمقش قوي كده يا بندق بس؟ بس دا طولة مصرحية؟ أهو ما تدهوش لحد من كتر ما هو عثمان ما تتبقى دا شايلهولك؟ لأ قلتونه عثمان بيل عثمانلي محدش عامله قال لي خده يلا كده بالزبط اللي هو مش فأنا إيه الجملة قلت قاعدوا كان هما بيقولولنا حاجات بيتحاكوا بيها يعني علينا في الفريق اللي هو إيه؟ دا فيه ممثل من جملة خد ممثل أو الجامعة والجملة ممثل ففرقت معا جدا الجملة جملة دي وبتاع فأقلت يبقى هتيجي من هنا فما تتحمقش قوي كده يا بندق دي قلت دي بديتي للنجومية فأقولها قوي فأعدت لأ دا أنا كل يوم بقى أعدي أداة أقول إيه؟ أقولها ما تتحمقش قوي كده يا بندق ولا أقول ما تتحمقش قوي كده يا بندق يعني إيه التقطيع على المختلف وكل يوم بقى ويجي لأنا يا ريس وأنا بخرج ومش فضيله يقولي أقولها ما تتحمقش قوي كده يا بندق فطبعا بزهق عليه أكتر فبكرهه أكتر فبكرهه أكتر يعني بكرهك؟ أمير حط نفسك مكاني يا رجل بتخرجه بتاع وجالك عائل جديد لسه طالع بيقول جملة سايب كل حاجة يجيلك كمخرج وكل شو أقولك أقولها إزاي أقولها كده كل يوم كل شوية ريز الرزالة مش طبيعية يوم عادت ثلاث شهورة تدرب على الجملة دي ما تتحمقش قوي كده يا بندق ويوم العرض هو بنعرض يوم واحد عزمت المطارية كلها وصحابي وحبابي ومي وأهلي من المنصورة يبقى عشان عنده مشاكل نفسية لا لو بني هادم سوي ليه ده ده عايز فراحهم بقى يعني فراحهم بقى يعني فراحهم يمثلوا بتاع يبنو ما يعدي يمثل أنا بقول ما تتحمقش قوي كده يا بندق بس بقى في عشر دقايق فالوقفة دي برضو إنت بتوقف على المصر عشرة ده بعدين تقوله الجملة يعني بخش ما بتكلمش تبدو الوقف صاحبي بيقعد يمثل وانا ايه بصص للناس كده اللي هو صبوره هتكلم يعني وكل شوية يستغربوا ما بتكلم لسه جاي جاي فأنا في آخر المشهد خالص المفروض البطل يعني بيقوله طلعوا برا فأنا بقوله ما تتحمقش قوي كده يا بندق فبقول لي ما تتحمقش ايه اطلعوا برا فجملتي عمال اتقرب وانا ايه فالحان هتكلم بقى وهتنبهروا كلك ودلوقت فأول لسه بقول ايه بيقولت لها برا فبقول له ما تتقل ما تتقي برا ملحيت شولة حتى ملحيت شولة حتى انا شفت نظرة حسرة في عنين امي في الصالة انا طبعا انا عزم نص المسرح ماشي طب انا بنعزم مين بقى اللي عمليل ادوار وابطلات ولا عمال ايه ابو الصلو اللي هو سيبنا اقول هايقول لي انت هتنح وراح زياني مطلعني برا وما مسلتش بقى اليوم ده وانت عينك على الحجة طبعا اه اه نفسي خلاط ما مسلتش قلت ان شاء الله تترمي اللي بعد وربنا ايك بس شفت بقى الجملة عملت معاك ايه الحمدلله رب العالمين يعني دي السبب الحمدلله مصطفى خاطر ليه الفضل عليك بعد ربنا اه اه لا هو بعد كده يعني بعد كده هو كل اللي هو ليه السبب طبعا بعد كل اللي عمله ده شكرا